تابع الوحدة السابعة تخصيص التكاليف المنتجات المشاركة والفرعية مثال رقم 2 الشركة X تطبق طريق اتصاف القيمة البيعية القابلة للتحقق لتخصيص التكاليف المشاركة علما بأن المنتج عين منتج فرعي والآت البيانات المرتبطة بهذه الشركة المنتج ألف عدد الوحدات المنتجة 4000 والمباعة 3500 وسعر باء الوحدة 12 وتكلفة التشغيل الإضافي 8000 باء عدد الوحدات المنتجة 5000 والمباعة 4800 سعر باء الوحدة 10 تكلفة التشغيل الإضافي 5000 جيم عدد الوحدات المنتجة 3000 والمباعة 2000 سعر باء الوحدة 8 وتكلفة التشغيل الإضافي 4000 عين اللي هو فرعي منتج فرعي عدد الوحدات المنتجة منه 200 والبقعة 200 سعر بي الواحدة 2 تكليف تشغيل إضافي ملوش فإذا علمت أن التكليف المشاركة تتضمن 20200 ريال مواد خام 10150 تكليف تعماله 12050 تكليف إضافي أخرى وأن الإرادة الناتج من المنتج الفرعي عين لا يعالج لا يعالج ضمن الإرادات العرضية في قيم الداخل كلمة لا يعالج ضمن الإرادات يعني يعالج بالتخفيض يعني تخفيض التكليف المشتركة بإراد المنتج الفرعي لأنه لا يعالج مش هتحط في الإرادات العرضية ضمن قيم الداخل المطلوب تخصيص التكليف المشاركة ثم حسب نسبة هامش مجمل للربح للمنتجات الثلاثة والشركة ككل على التوالي حل مثال 2 أنا عند الرسمة المواد الخام التكليف المشاركة التي تحدث قبل نقطة الاشتقاك نجمع المواد كـ 20200 الأجور 10,150 التكليف الإضافية 12,050 يبقى إجمال التكليف المشتركة 42,400 عند نقطة الاشتقاك حيشتق ألف وباء وجيم وعين اللي هو عين ده فرعي اللي هو منتج فرعي أو عرضي عدد الوحادات المنتجة من كل منتج 4,000 5,000 3,200 المباعة 3500 4,800 2,200 تكليف خاصة للتشغيل الإضافي للمنتج الأولاني ألف 8,000 والتاني 5,000 والتالت 4,000 وطبعا الفرعي مالوش تكليف خاص سعر بايل وحدة 12 10,8 2 هنبدأ بمعالجة إرادة المنتج العرضي أو الفرعي القيمة البعية للمنتج العرضي اللي هي المتين اللي هي عدد الروحات المباعة وحدات مباعة في 2 يبقى ربعمية التكليف المشترك أصلا كان مجموحها 42,400 اللي هي المواد والأجور والإضافية التكليف المشتركة بعد خصم القيمة البعية للمنتج العرضي هتتحسب الـ 42,400 ناقص إرادة المنتج الفرعي اللي هي الربعمية يبقى التكليف المشتركة بعد التخفيض 42,000 هي دي هي التي يتم تخصيصها على المنتجات المشتركة للمألف وبا وجيه طب أنا عندي المنتجات المشتركة ألف وبا وجيه هجيب القيمة البايعية لكل منتج اللي هي كمية الإنتاج بتاعه في سعر باقي الوحدة ألف المنتج 4000 وسعر باقيه هو دا 12 يبقى القيمة البايع 8400 وكله تكليف خاصة 8000 يبقى الفرق بينهم تطلع صاف القيمة البايعية أربعين ألف باق المنتج منه 5000 وسعر باقيه الوحدة 10 يبقى قيمة البايع خمسين ألف ناقص تكليف الخاصة 5000 تطلع صاف القيمة البايع 45 ألف المنتج جيم كمية إنتاجه 3000 وسعر باقيه رحدة 8 يبقى القيمة البايع 24 ألف ناقص تكليف الخاصة كانت 4000 يبقى 20 ألف نجمع يبقى إجمالي صاف القيمة البايع 105 ألف دي أستخدمها في التخصيص يبقى تخصيص التكليف المشتركة بعد تخفضها بالإراد الفرعي نصيب ألف المنتج ألف من تكليف مشتركة دي التكليف المشتركة التي يراد تخصيصها دي التكليف المشتركة المراد تخصيصها المراد تخصيصها يعني بعد ما خفضناها بإرادة المنتج الفرعي أدربها في القيمة البايعية إصافة القيمة البايعية على إجمال إصافة القيمة البايعية دي صافي القيمة البايعية مقسومة على الإجمالي إجمالي صافي القيمة البايعية المنتج ألف أربين ألف على مية وخمس ألف تطلع ستاشر ألف نصيب المنتج با من التكليف المشتركة اتنين واربين ألف في خمسة واربين ألف على مية وخمس ألف تطلع تمنتاشر ألف نصيب المنتج دي من التكليف المشتركة اتنين واربين ألف في العشرين ألف على مية وخمس ألف تطلع 8000 لو احنا جمعنا دولة مجموحهم المجموع هو الـ 42000 اللي هي التكاليف اللي كنا بنخصص المشترك